نعم حسن قبل قليل انتهت هذه الجلسة التي كانت برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وحضور ما يقرب عن 75 من أعضاء مجلس النواب المختلفة في المناطق في ليبيا بداية حديث أو كلمة رئيس البرلمان عقيلة صالح عن تخصيص مبلغ 10 مليارات دينار أي ما يقرب عن 2 مليار دولار لإعادة الإعمار في درنغ وكذلك نسمعك بشكل جيد عبد العزيز نسمعك 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 نعم فقط الصوت راجح حسن نعم إذن تخصيص مبلغ 2 مليار دولار وذلك لإعادة الإعمار وبشكل عاجل لمدينة درنغ مع إلزام الحكومة التبدأ بتنفيذ هذه المشروعات في بحر ستة أشهر لتنتهي من بناء البنايات التي دمرت تماما لما يزيد عن ربع مدينة درنغ وكذلك أن يتم التواصل مع مكتب النائب عام لفتح التحقيقات لإما كان هناك أي مسؤولية بشرية إما كان هناك أي إهمال أو تقصير من قبل القائمين على هيئة السدود في مدينة درنغ خاصة بأن الطامة الكبرى كما يذكر أهالي مدينة سبهة وكذلك الحكومة الليبية هي مسألة عدم وجود سيانة لسدود مدينة درنغ وحتى باقي السدود في الساحل الليبي وهذا الأمر هو ما دفع من هذه الكارثة أن تقع بالفعل ليس فقط قوة الإعصار أو فيما يتعلق بمسألة الأمطار الغزيرة بل أن هناك تقصير على مستوى السيانة أكثر من عشر سنوات لم يكن هناك أي صيانة لهذه السدود على الرغم من تخصيص ميزانيات سنوية لصيانة هذه السدود أيضا نذكر بأن المجلس النواب باشر بالفعل بتشكيل لجنة ستتواصل مع لجنة الطوارئ ولجنة الدعم السريع برئاسة رئيس الحكومة مكلفة من البرلمان أسامة حمد وذلك للوقوف عن احتياجات العاجلة للأسر الناجية من فيضانات وسيول مدينة دنة بالإضافة كذلك لأن مجلس النواب سيعمل على فتح قنوات اتصال مع العديد من دول العالم في مسألة استمرار تقديم فرق الإنقاذ الدولية الذين بدوا خلال الأيام القليلة الماضية بالوصول فعليا إلى مدينة بنغازي هنا ثم التوجه بعد ذلك لمدينة درنة وباقي مناطق الجبل الأخضر أيضا نذكر بأن مجلس النواب هو يتحدث بأن السلطة التشريعية في ليبيا ستعقد جلسة الأسبوع القادم سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال اليومين القادمين ويتم من خلالها استجواب رئيس الحكومة ومعرفة ما لجراءات التي قامت بها اللجنة الطوار التي ترأسها رئيس الحكومة وكذلك أما كان هناك أي عوائق تعيق من عمليات الإنقاذ وكذلك تقديم الدعم الكامل للسلطة التنفيذية حتى تباشر بعودة بعض الخدمات لبعض المناطق في الجبل الأخضر كخدمات الكهرباء والإنترنت والاتصالات بالإضافة للعودة التدريجية للحياة في تلك المناطق التي أعني عنها أنها مناطق بالفعل مناطق منكوبة وعلى رأسها بطبيعة الحال مدينة درنة شكرا جزيلا لك عبد العزيز الفاخر مراسل الغد كنت معنا من بنغازي في ليبيا